حيك اشتغلت في التلفزيون أيضاً ولك أدوار الحقيقة مميزة أنا كان لي أشرف أن اشتغلت مع أستاذي حي الفقراني أكثر من عمل شيك العرب هممان خواجه عبدالقادر وفي المسرح الملك لير وسافرت معي عرضنا كمان خارج مصر أستاذنا يا حي الفقراني ربنا يدي له الصحة يا ربه ويتولف عمره وقيمة ثقافية نعتز بها جميعاً وهو كان له علاقة كبيرة جداً بالمسرح القومي لأنه هو قدم معظم العروض أو كل العروض اللي شارك فيها تقريباً كانت على خشبة هذا المسرح في هذا المكان وكان بيعتز دائماً بهذا المكان لا تؤثر فيه الماديات بقدر ما يؤثر فيه الموضوع وخشبة المسرح يعني سنة اللي فاتت قدمت نابليون فونابارت في سن رو البيتح بدور من الأدوار اللي أنا بعتز بيها قدمت الدالي قدمت في السينما حمام في أمستردام شورته فانيلا وكاب 30 مارس قدمت مجموعة من الأعمال تصل إلى 130 عمل تقريباً في التلفزيون وحوالي 7 أفلام وعدد كبير جداً من العروض المسرحية يعني حظي كان كويس أن أنا معظم الأعمال اللي أنا قدمت فيها كانت لها قيمة حقيقية يعني سواء القيمة دي مستمدة من الموضوعات نفسها اللي كانت بتنقشها أو من خلال كبار النجوم الفن المصري اللي كانوا بيقوموا ببطولة هذه الأعمال يعني لما نقول المصرح القومي يعني بيطرأ على ذهننا مباشرة أنه قد يكون مخصصاً للأعمال المصرحية الكلاسيكية هل هو كذلك؟ مصرح القومي في أي دولة في العالم هو يسمى المصرح الوطني يعني ناشونال ثياتر وإحنا في مصرسة من القوم لكن هو ترجمة في معظم دول العالم المصرح الوطني المصرح الوطني ده هو الذي يمثل الدولة الذي يمثل ثقافة الأم والذي يعبر عن أعلى مستوى ثقافي في هذا البلد ممتاز هو يقدم عروضه لكل الطبقات وكل الفئات ليس لطبقة المثقفين فقط العالم كله فيه أزمة في المصرح حصلت انصرف الجمهور عن المصرح شوي فنتيجة انصرف الجمهور عن المصرح بسبب تأثير الأقمر الصناعية والميديا والإنترنت والحاجات دي كلها أثرت يعني كما حدثاً نسبياً في السينما أيضا طبعاً المصرح اتأثر أكتر فبدأ المصرحيين نفسهم يفكروا إزاي نحن نطور المصرح وإزاي نعمل عناصر جذب جديدة في المصرح فبدأ الاهتمام بعناصر جذب الجمهور